ينضم لنا من واشنطن رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية أوشكت هذه المهلة على الانتهاء رامي تفاصيل هذا الاجتماع وما الذي يمكن أن يرشح عنه مرحبا محمد هذا الاجتماع الذي نتحدث عنه ربما تجري فعالياته الآن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دارمر اللقاء في حد ذاته يأتي بالفعل بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة أعتقد أن هناك ملفات عديدة ستكون للمناقشة ضمن هذا اللقاء ولكن ربما أهم ملفين أو الذين يأتيان على رأس هذه القائمة أولا ملف المهلة مهلة تحسين الوضع الإنساني في غزة وأعتقد أن رون دارمر إما سيقدم لبلينكين ما يثبت أن إسرائيل استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحسن ولو بشكل جزئي الوضع الإنساني في غزة أو ربما يطالب بمنح إسرائيل مهلة أخرى أو تمديد المهلة الحالية حتى تتمكن إسرائيل من إنهاء العمليات العسكرية في غزة بالإضافة إلى تحسين الوضع الإنساني وإما الملف الثاني عفوا سيكون لبنان سيكون وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وما بين حزب الله ومن المفترض أن المسؤول الإسرائيلي يحمل لبلينكين أخبارا جيدة بأنه هناك بشائر بقرب التوصل لوقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وحزب الله وأنه هناك أوراقا جاهزة فقط للاتفاق عليها ما بين الطرفين تتضمن بعض الشروط من بينها عودة الجيش اللبناني للمناطق الحدودية وتأمينها حول الخط الأزرق وابتعاد قوات حزب الله بعدة كيلو مترات مما سيترتب عليه إمكانية عودة السكان على الجهتين على الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني إلى منازلهم مجددا في هذا التوقيت في الحقيقة تخشى إسرائيل بحسب مراقبين من الإدارة الأمريكية الموجودة حاليا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إذ يعتقدون أن إدارة بايدن لم يعد لديها أي حسابات انتخابية لم يعد لديها قلق من نقص الدعم داخل الولايات المتحدة من مؤيدي إسرائيل في الانتخابات فقد خسرت في النهاية مرشحة الحزب الديمقراطي كما خسر حتى كثيرون في الكونجرس الأمريكي في انتخابات الكونجرس وحكام الولايات هذه الخسارة الكاملة تجعل الحزب الديمقراطي وتجعل إدارة بايدن الديمقراطية الآن ليس لديها ما تخسره وليس لديها أي حسابات وستتخذ قرارا يظهرها بمظهر الإدارة الجيدة ويأتي في مصلحة الولايات المتحدة أولا دون أي حسابات أخرى وهذا ما يقلق إسرائيل لذلك المسؤول الوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر موجود هنا في واشنطن بهدف أن يتأكد ويضمن أن الإدارة الأمريكية لن تتخذ قرارا بشأن إسرائيل يضر بها إذ أن الخطاب الذي أرسل لإسرائيل منذ قرابة شهر كان يتضمن عواقب إذا لم تستطع إسرائيل الوفاء بالتزاماتها في تحسين الوضع الإنساني في غزة أشكرك شكرا جزيلا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن شكرا على كل هذه التفاصيل